الرابط بين ولايتي باتنا والمسيلة مقطوعا من قبل سكان بلدية تيلاتو الذين يتهمون رئيس دائرة سجانة بالتزوير لصالح الأفلان المحتجون أبدوا رفضهم لنتائج المعلن عنها بعد تزوير محاذر الفرزة مؤكدين أن عرشهم موحد وأجمع على قائمة التجمع الوطني الديمقراطي حملة باهتة لتختمها انتخابات هادئة فتعقبها نتائج أججت رقعة الاحتجاج في باطنة أولاد عمار عزيل عبدالقادر الجزار لمسان تلخمت وطيلاتو وغيرها من البلديات فلم تكن لتمر نتائج التصويت فيها مرور الكرام تلط مثلا غضب شعبي يلفها وتحطيم واجهة البلدية من المحتجين منذ إفرازات نتائج التصويت انتخابات هذه إجرات في ظروف عادية ما فيها حتى إشكالية لكن الإشكالية هو دارها شف دائرة دار محظر مزور حقنا يولي البراء والبلدية تحل على الأصباح الترميم هذا نرموها البلدية ما تتحرك ما تتمس الطريق يدرك يحلوها ينتقل فتيل الغضب إلى غلق الطريق الوطني الرابط باتنا بالمسيرة وهذا لليوم الثالث على التوالي في امتظار فصل المحكمة الإدارية سكان تلاطو يؤكدون هنا قاعدون نحن تشر تلاطو أنا محدد وخرجنا في أسبوع الوراند ودع الأغلبية نجتنا لا فلان لا فلان هذه نجتنا فينا على الانتخابات المزورة لزورها رئيس الدائرة هو السبب في هذه الكارثة اللي هنا يبقى هنا لا تدخل بها حتى واحد زور ودر مشاكل ومع التلاعب في محاضر الفرزي واتساع رقعة الغضب يبدو أن الأمور لن تهدأ بسهولة في تيلاطو وقاوة تقريدات وغاصرو نحن يا شعب هذا اللي رأى ورأى ممتخبين ورأى شعب لازم يعود مقاعد إلى مجاريا سنوما تعود والو ما يكون والو بلد يتبقى مغلقة إلى أجل غير مسمى تيلاطو على صفح ساخن الإشكال لن يحلى ببساطة مع رغبة مواطني هذه البلدية بإحقاق الحق يؤكدون أن إرادتهم وصوتهم قد صدرت بفعل معزول من رئيس دائرة سجانة محضرين يؤكدان هذا الاختلاف أحدهما لرئيس الظاهرة كما توضح القاضي المكلفة بمراقبة الانتخابات هنا على مستوى البلدية ومحاضر فرزي رؤساء المكاتب والمراكز تباين